تكريماً للدكتور أنيباليسان دوكرويت الذي فاز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة زارت دكتور رويت عدداً من الجامعات وتحدث للطلبة عن جهوده في خدمة الإنسانية كما زارت دكتور رويت عدداً من المواقع المهمة في مملكة البحرين على رأسها متحف البحرين الوطني وبيت القرآن وموقع قلعة البحرين تكريماً لجهود الدكتور أنيباليسان دوكرويت الفاز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الخامسة في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة في طب العيون ساهمت في شفاء أكثر من 120 ألف مصاب بالعامة نظمت عدد من الجهات زيارات متعددة للدكتور رويت احتفاء بفوزه بالجائزة التي تؤكد التجربة العملية لهذه المبادرة العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين فقد نظمت سفارة نيبال في المملكة حفل استقبال للدكتور ساندوكرويت تم خلاله تكريم جهوده المبدولة في علاج مرض عتامة العيون ساهمت في شفاء أكثر من 120 ألف مصاب بالعامة كما استضافت جامعة البحرين الطبيب رويت ليتحدث عن جهوده في المساعدة على استعادة البصر خصوصا للفقراء في حوار أمام طلبة الجامعة استعرض خلال قصة جهوده المبدولة لعلاج مرض عتمة العيون وعلاج المصابين في الدول النامية كما حل طبيب العيون الدكتور ساندوكرويت ضيفا على جامعة الخليج العربي وأتحدث عن التقنية التي ابتكرها لعلاج العيون وجهوده في مساعدة الفئات الأكثر حاجة للعلاج ومساهمته في تدريب الأطباء على التقنيات المتقدمة لإجراء العمليات وتكريس جهودهم الإنسانية وقد زهر طبيب العيون الدكتور ساندوكرويت متحف البحرين الوطني حيث اطلع على أركان المتحف وتعرف على أبرز المحطات التاريخية والحضارية وألقى نظرة على تاريخي والتطور البلاد وتعرف على الحرف اليدوية التقليدية والمدافن والوثائق القديمة التي تشتهر بها مملكة البحرين وفي زيارة أخرى لبيت القرآن اطلع الدكتوررويت على أهم معالم بيت القرآن والذي يعتبر أحد أشهر المتاحف الإسلامية في العالم كما اطلع على العديد من النسخ والمخطوطات وتصاميم البيت الذي يصمم وفق التراز الإسلامي القديم الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر كما زارت دكتور ساندوك موقع قلعة البحرين وهو من أهم المواقع الأثرية في المنطقة والمسجل على قائمة التراث العالمي لليونيسكو حيث تعرف على أهمية موقع قلعة البحرين والتي شكلت المركز الرئيسي لحضارة دلمون ترجمة نانسي قنقر